اشتركوا في القناة متفق عليه وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير متفق عليه وفي رواية لمسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه والبضع هو من الثلاثة إلى العشرة والشعبة القطعة والخصلة والإماطة الإزالة والأذى ما يؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وقذر ونحو ذلك وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه وعرفناه في وجهه متفق عليه قال العلماء حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى حياء باب حفظ السر قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها أرواه مسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أن عمر رضي الله تعالى عنه حين تأيمت بنته حفصة قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمري فلبست ليالي ثم لقيني فقال قد بدى لي ألا أتزوج يومي هذا فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقل إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان أي كنت أغضب مني على عثمان فلبست ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي أي غضبت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا فقلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها أرواه البخاري وقوله تأيمت أي صارت بلا زوج وكان زوجها توفي رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا سارها أي قال لها سرا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار أي بالأسرار ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل عزمت عليك يا فاطمة بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وأنه عارضه الآن مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبر فإنه نعم السلف أنا لك فبكيت بكاء الذي رأيت فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكون سيدة نساء المؤمنين أو قال سيدة نساء هذه الأمة فضحكت ضحك الذي رأيت وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت أي قالت أمي ما حبسك فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت ما حاجته قلت إنها سر قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصرا باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتومن خان متفق عليه وزاد في رواية لمسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتومن خان وإذا حدث كذب وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر وهو الخليفة رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحث لي حثية فعددتها فإذا هي خمسمائة فقال لي خذ مثليها متفق عليه باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وقال تعالى ولتكونك التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا والأنكاس هو الغزل المنقوض وقال تعالى وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وقال تعالى فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واخفض جناحك للمؤمنين وقال تعالى ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمة الطيبة صبقه متفق عليه وهو بعض حديث تقدم بطوله وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحترن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أرواه مسلم باب السحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا أرواه البخاري وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه أرواه أبو داود باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصاط العالم والواعظ حاضر مجلسه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض متفق عليه باب الوعظ والاقتصاد فيه قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة أي عظنا فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل لكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا ومعنى يتخولنا أن يتعهدنا وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة أرواه مسلم ومعنى مئنة من فقهه أي علامة دالة على فقهه وعن معاوية بن الحكم السلامي رضي الله عنه قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرمان القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمي يا ما شأنكم تنظرون إليه فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شثمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت ومنا رجال يتطيرون أي يتشاءمون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم أرواه مسلم والثكل أي المصيبة والفجيع ومعنى ما كهرني أي ما نهرني وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وذكر الحديث وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة باب الوقار والسكينة قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته إنما كان يتبسم متفق عليه واللهوات جمع لها وهي اللحمة التي في أقصى سقف الفم باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار أي لا يهرول المرء إلى الصلاة لأنه ما فاته فليتم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه زاد مسلم في رواية له فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة والمعنى أي المشي إلى الصلاة صلاة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع رواه البخاري وروى مسلم بعضا وعليكم بالبر أي بالطاعة فإن البر ليس بالإيضاع أي ليس بالإسراع باب إكرام الضيف قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون وقال تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه وعن أبي شريح خويلد بن عمر الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك أي بعد ذلك فهو صدقة عليه متفق عليه وفي رواية لمسلم لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به أي ولا شيء عنده يستضيفه به باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وقال تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم قال تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال تعالى فبشرناه بغلام حليم وقال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى وقال تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وقال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا وقال تعالى قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح والآيات في الباب كثيرة معلومة وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة في الصحيح منها عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب متفق عليه ومعنى بشرها ببيت في الجنة من قصب أي لؤلؤ المجوف ومعنى لا صخب فيه أي لا صياحة ولا لغط ومعنى ولا نصب أي ولا تعب وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه توضى في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يوم هذا فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وجهها هنا قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضى فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضى ويلحقني فقلت إن يرد الله بفلان يريد أخاه إن يرد الله به خيرا يأت به فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة فجئت عمر فقلت أذن أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأت به يعني أخا فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان فقلت على رسلك وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر أي تجاههم قال سعيد بن المسيد فأولتها قبورهم متفق عليه وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان قوله وجه أي توجه وقوله بئر أريس أي هو مصروف ومنه من منع صرفه والقف هو المبني حول البئر وقوله على رسلك أي ترفق وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر أي في جماعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقططع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أبحث عنه حتى أتيت حائطا للأنصار لبن النجار والحائط البستان فذرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه الربيع هو الجدول الصغير فاحتفزت أي تضاممت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط أي هذا البستان فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعلي فقال اذهب بنعلي هاتين فما لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة وذكر الحديث بطوله أرواه مسلم وعن ابن شماسة قال حضرنا عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث أي حالات ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فالأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمر قلت أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطق لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها أي توليت الحكمة فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور أي قفوا حول قبري وقتا على قدر ما تذبح الناقة ويقسم لحمها حتى يستأنس بكم وأنظروا ما أراجع به رسل ربي أرواه مسلم وقوله شنوا علي التراب شنا أي صبوه قليلا قليلا والله سبحانه أعلم باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله الصفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تاركم فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أننا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرنا فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذر لكم أحدكم وليأمكم أكبركم متفق عليه وزاد البخاري في رواية له وصلوا كما رأيتموني أصلي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك أرواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك أرواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم حديث صحيح أرواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني فقال النبي صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني قال ويسر لك الخير حيث ما كنت رواه الترمذي وقال حديث حسن باب الاستخارة والمشاورة قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وشاورهم في الأمر وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول إذا همى أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به قال ويسمي حاجته رواه البخاري باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق أرواه البخاري ومعنى خالف الطريق أي ذهب في طريق ورجع في طريق آخر وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثانية العليا ويخرج من الثانية السفلاء متفق عليه باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعر والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارف وندف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَةِ الآيات وقال تعالى فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله متفق عليه والترجل تسريح الشعر والتنعل لبس النعال وعن عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى حديث صحيح أرواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح وعن أم عاطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها ابدأنا بميا منها ومواضع الوضوء منها متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعلى أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزعى فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع متفق عليه وعن حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك رواه أبو داود والترمذي وغيره وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَأُوا بِأَيَامِنِكُمْ حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مينة فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمينة ونحر ثم قال للحلاق خذ أي قص وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس متفق عليه وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعى أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال أحلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس أي تبركا كلي من الابدى فقال أحلقه وأنا بكس بها فقد سيسروا cerه من قلوب فقد ستبعين